طيب بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة احنا محاضر بعنوان atrial tachycardia وهي حقيقة من المحاضرات الشريقة والممتعة وهدف المحاضر حقيقة ان احنا نعتمد على الاسي جي بشكل كبير وناخد منه كل بنيفك ممكنة بحيث قبل ما ندخل الاب كاتلاب يبقى عندنا جنرال ايديا عن الوكوليزيشن والطيب وازاي نتعامل معاها ونحدد المانجمنت بلان اليوم سنتحدث عن الورفال B-Wave Morphology ثم سنتحدث عن البروذيجنسيocal of focal atrial tachycardia ثم سنتحدث عن الاتج بشكل كبير وناخد من المكان الاتrial tachycardia من الوكوليزيشن وبعدين هنتكلم على الـ Management of Focal Atrial Tachycardia وأنا أعتمد بشكل أساسي على الـ New Updated Guidelines ESC 2019 نبدأ المحاضرة بتاعتنا ونتكلم عن الـ Normal B-Wave Morphology وحقيقة هو الكلام يبدو باسيك شوية لكن هو extremely important النهاردة هيفيدني كتير جدا أن أنا أتكلم ويكون مدخل للـ Atrial Tachycardia طيب Normal B-Wave Morphology أقصد بها رقم واحد الـ Width of B-Wave أقل من 3 مربعات 120 ms الـ Height أقل من 2.5 mm يعني مربعين ونص ثلاثة الـ Axis of B-Wave أربعة الـ Shape Wave of B-Wave والـ Normal هي تكون Round Shape Wave لكن الحقيقة أهم نقطة يجب أن نتكلم عن هو الـ Upright Axis في Inferior Lead 2 و 3 و AVF وفي نفس الوقت هتكون الـ B-Wave Inverted وليد AVR أما الـ Lead V1 هتكون Biophysics ويكون Duration of Downward Reflection أقل من مربع والـ Depth أقل من 1 mm يعني أقل من مربع لو إحنا تفقنا على الـ Axis دوت ده الـ Normal B-Wave Morphology الـ Height and Red تعال نبص على الـ Axis لأنه هو ده أهم حاجة في المحاضرة لو إحنا بصنا على الصوات على الشمال هنلاقي إن الـ Embald طالعه من الـ S-A Node ونزله تحت Point Downward and to the Left وتوصل الـ AV Node وبعدين تنزل His Bundle Lift and Right Bundle Branches هو دوت الـ Normal Axis ودوت لو الـ Embald مشت في الاتجاه دوت هيكون الـ Normal B-Wave Axis زي ما احنا شايفين الصورة اللي على اليمين هيكون الـ Axis بتاعنا between 15 and 25 بحيث يكون الـ B-Wave في Lead To Averted او Up Right أما في الـ AVR هتكون Negative هو ده باختصار الـ Normal B-Wave Axis لو احنا تخيلناه في كل ESG سهل قوي نلقط أي Abnormal B-Wave Axis وبالتالي نبدأ نتكلم على الـ Atrial Arrhythmia بأنواحها مختلفة طيب ندخل بعد كده على الـ حقيقاً هتكلم مع شوية الـ Definitions موجودة في الـ Guideline وهما بيقولوا For example Focal Atrial Tachycardia هي نوع من أنواع الـ From a localized atrial side وبتكون غالباً Regular Organized Atrial Activity وبتتميز أنها بتكون لها Warm Up and Warm Down وهو Sudden Onset و Sudden Termination ودود من خصائص Focal Atrial Tachycardia من ضمن الأنواع المهمة Sinus Node Re-Entry Tachycardia وده يعطبها نوع من أنواع Focal Atrial Tachycardia بس دود Micro Re-Entry Arising From الـ مع ما بين الـ وبين الـ Atrial Focal النوع الثالث اللي أتكلم عنه اللي هو Multi-Focal Atrial Tachycardia ودود حقيقة برضو هو نوع من أنواع الـ Atrial Tachycardia ولكن هو Regular CVT فيه أكثر من ثلاثة B-Wave Morphologist وبيكون غالباً Regular طيب إزاي إيه أنواع أو إيه هي الميكانيزم Of Atrial Arrhythmia أو Atrial Tachycardia كنا نظل من أيام زمان أنه هو نوع واحد بس اللي هو Abnormal Automatistic لكن حقيقة في الـ New Guidelines و الـ New Data بيقولوا لا ده هما ثلاثة أنواع رقم واحد Enhanced Automatistic Focal Atrial Tachycardia النوع الثاني هو Triggered Focal Atrial Tachycardia النوع الثالث هو Re-Entry وبيكون Micro Re-Entry Focal Atrial Tachycardia واحدة حقيقة من خلال الـ A-B study في الأسطار هنقدر نميز ما بينهم و الدكتورة لمية هتكلمنا بشكل تفصيلي عنهم لك أنا سؤالي دلوقتي هل ممكن من خلال الـ ACG أحدد الميكانيزم بفوق الـ Atrial Tachycardia ولا لأ؟ هنرجع للـ و هنلاقي إن المفتاح السحري للإجابة على السؤال دوت هيكون في الـ Adenosin قدامنا مثال SG أيان جدينا في التوارع عنده نر complex Tachycardia وشكلها Focal Atrial Tachycardia السؤال أقدر نميز ما بين أنواع الثلاثة الإجابة أيوة من خلال الـ Adenosin Injection Accordingly Guidelines هدي الأدينوزن وأسس لـ Atrial Tachycardia وشوف والله لو حصل Gradual Slowing Then Re-Acceleration فأنا غالباً بتكلم على Automatic Focal Atrial Tachycardia أما لو حصل Sudden Termination فدي غالباً Triggered Focal Atrial Tachycardia أما لو حصل Persistent لـ Atrial Tachycardia بس حصل معها AP Block فغالباً بتكلم على Micro Re-Intrant Tachycardia لو دخلنا الـ A-B-Cat Lab مش هكلم عليه دوقتي لأن دكتور لم يكلمنا علي بالتبصيح ستدود ألجوريزم جميل جداً بيتكلم إزاي معايا حالة Atrial Tachycardia من خلال Two Steps أكومفرم إنها Atrial Tachycardia في الـ Cat Lab وبعدين أشوف أي نوع هنعمل مانوفر بساعتنا سواء Over-Due Basing أو Extra Stemulary عشان أكسيكلود إنها Non Focal Atrial Tachycardia خلاص أنا أكومفرم إنها معايا حالة Focal Atrial Tachycardia برضو نفس المفتاح السحوي اللي كلمت عليه هو الـ Adenosin وشوف السنسيتيبلي بتاعه في العيان لو العيان حصل Complete Termination فدي Triggered Focal Atrial Tachycardia أما لو حصل Transient Slowing Then Re-Acceleration فدي Automatic أما لو مفيش Response أو حصل Marked Fractionation أكثر من 35% من Cycle Length فأنا بكلم على Micro Re-Entrance Tachycardia فعلى ما يبدو إن الـ Adenosin هيفضل معنا سواء في الـ ECG أو في الـ To Detect the Mechanism of Atrial Tachycardia نيجي بقى للجزء العامل من المحاضرة بتاعتنا الـ Patient جايلي في الـ Immersion Serum جايب SVT قدامي إزاي أفكر من خلال Systematic Approach ووصلناها Atrial Tachycardia وحد للـ Management Plan طيب تعالوا نفكر مع بعض الـ ECG قدامي شكله Narcomplex Tachycardia It is Regular So I have Excluded إن هو A-F أو Flutter with Variable Block فأنا معي Regular Narcomplex Tachycardia السؤال يسأله بعد كده لو أنا شايت B-Wave واضحة قدامي هسأل السؤال Is it Long R-B Tachycardia ولا هي Short R-B Tachycardia تعالوا نشوف الـ R قدامنا والـ B-Wave بعدها وبعدين الـ R في الإمبلس اللي بعدها لو أنا حسبت الـ R-B Interval هلاقيها أكثر من 50% من الـ R-R Interval وبالتالي أنا في العيان ده بقى عمل مع حالة SBT Regular Narcomplex Tachycardia بقى عمل مع حالة تأكد بقى عمل مع حالة تأكد تأكد حقيقة بقى عمل مع حالة تأكد ما ينترون مع حالة تأكد 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 قدامي هنا رايت اتريم هتطلع منها الامبلس هتنزل في الAV Nude وبعدين توصل للVentricle من خلال الهس والLift and Right Bundles فدوة المست common type of long RB tachycardia still عندي other differential diagnosis الحاجة الثانية is a typical AVNRT اللي هو الFast Slow Pathway ان الامبلس نزلت في الFast Pathway لغاية ما وصلت للهس وبعدين رجعت Retrograde في الSlow Pathway فاخدت وقت طويل عشان كده هي Long RB tachycardia الاحتمال الثالث وهو less common ان العيان دوت يكون عنده Decremental Accessory Pathway وده اللي احنا بنسميه permanent junctional reciprocating tachycardia ودوة still not uncommon arrhythmia especially في الاطفال ودوة فكرته ان الامبلس بعد لما هنزلت في الAV Nude وصلت للVentricle وبعدين رجعت في الAccessory Pathway اللي هو غالبا بيكون بسترسيبتل وبيكون Decremental وعنده Slowing Function وبالتالي هو Long RB طبعا جوه الABCAT Lab هنقدر نتكلم على More Details لكن كل ده هنبتكلم على الACG اتفقنا ان المستقومن طيب افناركم بليكسي تاكيكاردية with Long RB هي الاتريال تاكيكاردية طيب السؤال الثاني هل اقدر من خلال الACG اعمل Localization لمكان اتريال تاكيكاردية وبالتالي قبل ما ادخل الABCAT عن الحساب من اجابة ايوة ينفع وعشان اجابة على السؤال دوت محتاجة اقول هل الاتريال تاكيكاردية طلع من Lift ولا Right Atrium السؤال الثاني هي طالعة من مكان More Superior ولا Inferior من الاتريال طيب ايه الاماكن الكومان مبدئيا والله Right Atrium لقوه هو More Common عن Lift Atrium Crystal Terminalis 30% من حالات الاريتمية طالعة منها Cronar Sinus Os وتركاثبت أنيلس أما Lift Atrium لقوه من Most Common Sight هو Banmonary Vans طيب يلا نجاوب على السؤالين اللي قلنا عليه من خلال الACG هل الاتريال تاكيكاردية Lift ولا Right هل هي Superior ولا Inferior تعالوا نشوف الالبريتم دوت الاستريشن بيوضح ان احنا محتاجين نبص على البيوار في Lead V1 and AVL اللي هو اللاتراء هبص على Lead V1 والله لو لقيتها البيوار مانلي نيجاتيب أو هي Initial Positif وبعدين نيجاتيب فدي غالبا طالعة من الRight Atrium أما لو بصيت على Lead V1 ولقيت البيوار مورفولوجي بوزتف أو هي Initial Positif وبعدين بوزتف والAVL اللي كان نيجاتيب فدي غالبا طالعة من الLift Atrium يعني محور حل الموضوع هو Lead V1 السؤال الثاني هل فوق الصلعة من Superior ولا Inferior هنبص على الإلستريشن اللي قدامنا والإجابة سهلة هبص على B-Wave Axles لو لقيتها في Inferior Lead V2 و3 و AVL و AVF لقيتها مين اللي يبصب يعني هي بصة لفوق فغالبا المكان هيكون Superior أما لو لقيتها Negative B-Wave 3-2-3-AVF فغالبا هي طالعة من تحت يعني طالعة من الانيولاس سواء Mitral أو Tricatibit Anniolus سيمبلي خالص تعالوا نطبق قاعدة Negative Impulse أو Negative Wave يعني هديكم مثال صغير والله أبص على ال-EVL لو لقيت ال-B-Wave Mainly Negative فأنا غالبا بتكلم على Lift Atrium Atrial Thachycardia أبص على ال-Right أبص على V1 لو لقيت ال-B-Wave Negative فأنا غالبا هي من ال-Right Atrium أبص على ال-Inferior Lead لو لقيتها Negative فهي غالبا طالعة من مكان More Inferior Tricatibit Anniolus أو Mitral Anniolus دي سيمبل Illustration وإحنا أخبرنا هروح In More Details and More Depth فهتكلم على Most Popular Paper انتشرت حقيقة من 2006 وطلع بعديها بابرز كتير قوي بتكلم على Algorithm كتيرة ومعقدة To Detect and For More Localization From ECG طيب أنا ليه هتكلم عليه عشان بصراحة كل البابرز اللي طلعت بعدها اعتمدت على البابر اللي طلعت في 2006 هو المشاريع الحقيقي هو Peter Kistler وبيتر Kistler اعتمد على patient أظن 150 أو 200 patient وعمل analysis لهم وطلع الالجوزم قدامنا دوت هو حقيقي يبدو معقد شوية بس هو ممكن نلخصه برضو بالسؤال اللي سألنا في الأول تعالوا نبص على فإنوع بيف ويبصدر بوف الهو لو هي بصدر فهي غالب صحة من الهو الهو أما لو هي نيجا تين بصدر أو بصدر فهي غالبا من الهو حسن خمس احتمالات هنلخصهم بسرعة لو بيو بيف هبص على البي ويب من الفيه 2 الهربعة لو هما بوستر فدي من الكريستا ترميناتس ودوت المست كومند صايد اما لو هي مش بوستر فهابوص على الانفيريوليز لو لقيتها بوستر فديوت من الصراكاز بالانيولاس انا مازلت في الرايط اترايل ده اول احتمال هو حطه اتاني احتمال ان تكون البي ويف بوستر لن نيجاتف فدي من الكريستا ترميناتس وده برضه المست كومان سايد للراية اتريال تاكيكاربيا الاحتمال الثالث ان يكون البي ويف نيجاتيف وبعدين بوستر فغالبا هبص على الافي ال لو لقيتها نيجاتيف فدوت من الميترال أنيولاس ودوت كومان سايد يطلع منه الليفت اتريال تاكيكاربيا لو لقيت البي ويف ده الاحتمال الرابع ايزوالكتركل ودوت من الراية تبتم ودي حاجة مش كومان قوي اخر احتمال هو الاحتمال الخامس انها تكون بص في بي ويف في V1 ساعتها بص على ريت 2 اشوفها بيفت بي ويف ولا لا لو بيفت فغالبا انا بكلم على حاجة ليفت اتريال ابندج او ليفت بلمونري فين ده سيمبلي كده في تفاصيل كتير من رضيتش اقولها لكن سيمبلي خالص هي كلمة واحدة بس البي ويف مورفولوجي ان بي وان وفكر هل انا ريت اتريام ولا ليفت اتريام وعنده النمازج كتير بقى هو شرحها بيتر كيسيلر وده على شكل الاتريال تاكي كارديا لو هي طالع من الاتريام بكل الاحتمالات او طالع من الاتريام وحط كل الاحتمالات وطبعا مصد كومان هما فورد بلموني فين ودي الاشكال المختلفة الاتريال تاكي كارديا طيب نيجي بعد كده الجزء العملي هاو تو منيج الفوكل اتريال تاكي كارديا حقيقة احنا خدنا جزء منها اللي هو هاو تو منيج فرماكولوجيكال وجزء الثاني الدكتور الامي هتشرحه بشيء من التفصيل اللي هو الابليشن اند اي بي كاتلاب لكن انا حقيقة هحاول الى لخص الكلام كده من جايد لين 2019 اللي قالوا فيها ان والله لو العيام جاي حقيقة هالاو تصل على الجروction فهنبص على الجريد من قدمنا وهيكون اول نقطة هل هو هيمو ديناميك الستابل or not لو هيمو ديناميك الستابل لو هو انستابل هنضغط واعع whether or not او بالمونة بأديمة ديستي شوك ويكون سينكرونعيا اما لو عيان ستيبل هبدأ اديده أبينوزن وابتو 18 ميليجرام وبعدين if still ineffective هيكون قدامي option الكلسامشان بلوكر في الرباميل او IV بيتا بلوكر ودوت كلاس تو ايه انفورشيناتلي لو still ineffective والعيان ما تحسنش ممكن استخدم anti-arrhythmic drugs لكن المفاجأة الجديدة ان كلها باقت كلاس تو بي سواء في كنايد بروبافينون اميو دورون وابيوتولايل لو العيان ما رجعش فور بي سي شوق طيب لو العيان وبتجيله على طول العيان متعايش معها وجاي يشتكي بيها وهو highly symptomatic هيكون class 1 indication he is highly recommended ان هو يعمل cat ablation ودكتور علامي هكلمنا عليها اما لو العيان رفض الablation او خد علاجه ما تحسنش يبقى for medical treatment beta blocker مشان بلوكر او بروبافينون وفتيكا نايد كلاس 2A as chronic therapy العيان متحسنش يبقى everbradino beta blocker كلاس تو بي واميو دورون كلاس تو بي والله لو العيان متحسنش برضو يبقى الحل الاخير قدامنا برضو هيكون cat ablation مش هتكلم عكاة ablation بالتفصيل خاص بس اقول هنت صغيرة جدا محطوطها في الguide line هما ليه حاطينها class 1 indication ان العيان يروح for ablation الاجابة ان الاكيوت تاكسيس بتاعها وصل ل85% success rate والcomplication 1.4 والmortality less than 0.1 وبالتالي success rate عالي جدا للfocal atrial tachycardia طيب لو العيان multifocal atrial tachycardia وجاي irregular بالشكل اللي احنا شوفناه وعارفين هو عنده b-wave morphology مختلفة وانا شخصته how to manage العيان دو الاجابة دايما عالج ال underlaying condition العيان دوت لو COPD او عنده اي هيبوكسيا you have to manage the tools first وبعدين نتعامل مع multifocal atrial tachycardia ده class 1 indication class 2 indication هندي ID beta blockers او بربما او بلتيازم لو العيان ما عنده امبيرد ايجيكشن لكن هنيجي لنقطة بنختلف عليها بثير جدا وبنسأل فيها دايما عيان multifocal atrial tachycardia السؤال الاول ياخد anti-coagulation therapy ولا لأ السؤال الثاني قديله anti-arythmic drug زي فتيكا نايد ريتمي نورم اميو درون زي ما بنشوف في بعض ال practice بتاعنا نرجع للguine line ونشوف الاجابات الاجابة مفيش اي رول anti-coagulation therapy فلو انت متأكد ان عيان multifocal atrial tachycardia please not give anti-coagulation therapy السؤال الثاني هل في اي رول للبربافينون او anti-arythmic drugs الاجابة لا اتقول السؤال الثاني هل في ablation الاجابة برضو لا عاصل انت هتقابلت ايه؟ هو عنده multifocal atrial tachycardia طب تعانشوف الguine قاية ايه؟ بقم واحد ادي كالتا مشان بلوكر في الرباميل بلتيا زين class to a then beta blocker as class to a طيب لو انت عاوزت الاجابة مفيش اي رول الابlation المالتي فوكا لانها ما يفعش سكوين لكن as a last option ممكن نعمل ايه؟ نود الابlation اللي احنا بنسميها طبعا دي في الحالات اللي هي resistant و لا تستجيب وصلحت الاندرلاين كوز ومع ذلك العيان مستجبش وستيل سيمتوماتيك في الحالة دي ال last option ابليت اند بيس كده انا خلصت الانترودكشن للمحاضرة يعني نسأل سؤال او سؤالين كده ويعني لو حد عنده اجابة ممكن يحطها على الشات ونجاوب مع بعض السؤال الاول ده هو 85 year old male patient with valvular heart disease with congestive heart failure وهو الشخص ان هو normal sinus rhythm what do you think العنده ممكن يبقى عنده ايه؟ لو حد عنده اجابة ممكن يقول لنا طيب تمام اجابة انا على طول تعالوا نبص على ال b wave في العيان دوت هنبص على v1 هنلاقي العيان عنده b wave موجودة و لو بصينا على long strip هنلاقيها 2 to 1 actually العيان دوت عنده atrial tachycardia with 2 to 1 heart block الحاجة الثانية هي حاجة بعيدة عن الاريذمية بس ليه علاقة بالعيان ان احنا الاسي جي ده ساعات بنسميه ECG congestive heart failure triad اللي هو بيكون low amplitude في ال limb leads اللي VH واضحة في ال biocultural leads واخيرا بيكون عنده slow r wave progression الر smaller than is lead v123 طيب تعالوا سؤال الثاني دوت elderly female patient admitted in ICU with dementia or congestive what do you think البشن ده هيكون عنده ايه؟ تمام ممكن نجابه على طول دوت عندنا اختيارات العين دوت هنرجع لل ECG تاني وعندي b wave لو بصينا على long strip عندي b wave مختلفة in morphology وفي الاكسل والBR interval تبدو برضو مختلفة وبالتالي العين دوت عنده multifocal atrial thachycardia عندي كذا فوكس طالعا من left to right atrium وبالتالي b wave شكلها مختلف والعين دوت irregular rhythm اخر السؤال هنسأله معاينا male patient admitted with palpitations جاءنا ال ER عملنا ال ECG دوت وعندنا اختيارات هل لو atrial flutter with block sinus tacky with wingback atrial thachy with av block sinus tacky with mobstype 2 ولا هو multifocal atrial thachycardia تعالوا نرجع ال ECG دوت ونسمع يعني لو نستشاركنا ده اخر السؤال لو حد عنده اي كومنت ممكن يكتبه في الشات ده ال ECG وده الاختيارات اللي قدامنا طيب نجاوب احنا على طول العين دوت عنده atrial thachycardia with variable av block ووضح ان احنا عندنا extra bbcs او extra beats وعندنا b waves اللي شايفينها في long strip بس هي variable فعندنا av block ودوت من حاجات الكومنت اللي احنا لقيت atrial thachycardia with variable block thank you very much ودوقتي مع الدكتورة لم يعلم شكرا جزيلا لكم جميعا صفحة